جزاكم الله خير وأحسن إليكم يسألنا الأخوات عن جواز قراءة التكبيرات العشر بعد التسليمات قبل التسبيح نعم يسألنا عن قراءة التكبيرات العشر بعد التسليمات قبل التسبيح ليس هناك تكبيرات عشر بعد التسليم وإنما هناك أنه يذكر الله بالتهليلات العشر لعلها تقصد التهليلات لعلها كذلك العشر بعد الفجر نعم وبعد صلاة المغرب تهليلات العشر فإنه إذا سلم يقول يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يهلل التهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب أو يقول في بقية الصلوات لا إله إلا الله له لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد من كالجد ثم بعد ذلك يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم يقول تماما المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا هو الذكر المشروع بعد الصلوات نعم جزاكم الله وإن شاء أضاف لا إله إلا الله يصير الكلمات أربع ويقول كل واحدة منهن خمسا وعشرين ويقول تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر